قلوا هنا إلى الجانب الإسرائيلي إعلاموا جيداً أنكم غرستم وزرعتم ونثرتم وبذرتم كل صنوف الكراهية لن تحصدوا إلا كراهية الكراهية حينما تزرع ماذا تنتظر عندما تحصد الثمار لن تكون إلا كراهية لن تكون إلا أحقاد لن تكون إلا دماء لن تكون إلا انتقام كل معاني الانتقام كل معاني الكراهية كل معاني العنف المضاد والعنف المتبادل كل معاني الكراهية كل معاني العنف بكل أشكاله ستتحقق على الأرض أقول لهؤلاء الإسرائيليين ماذا تظنون في المستقبل ماذا ترون في المستقبل هل هناك مستقبل آمن لكل طفل إسرائيلي الطفل الإسرائيلي الآن الذي يرى الطفل الفلسطيني ينتهك حرمته ويقتل ويزبح ويحرق حياً وتدمر المستشفيات هل يبقى في الداكرة الفلسطينية والعربية ما يمكن أن يحمل قدراً من السلام أو الاحترام إلى العدو الإسرائيلي هل يمكن أن يظن الإسرائيليون أن ما يجري سيجلب إليهم وعليهم السلام هل يمكن أن يظن الأمريكان الذين يدعمون إسرائيل بهذا الشكل العشوائي بهذا الشكل اللا إنساني أنهم بعيدون عن دائرة الانتقام أقول للأمريكان والأوروبيون يا أيها الأمريكان يا أيها الأوروبيون اعلموا جيداً اعلموا جيداً أن دائرة الانتقام ستتسع دائرة الانتقام ستتسع دائرة الانتقام ستتسع أقول بهذا بقراءة لما يجري قراءة للتاريخ إن الدم بيجلب دم والقتل بيجلب قتل والانتقام بيجلب انتقام والكراهية لا تنتج إلا كراهية والظلم لا ينتج إلا ظلم ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة سواء في غزة أو في الضفة الغربية هو مثال صارخ على سقوط بني الإنسان في اختبارات متتالية ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحديدا في مستشفيات غزة وتحديدا للأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى الشفاء في غزة سقوط مدوي لكل قيم الإنسانية